طالبت لجنة نيابية مؤقتة شكلت للتحقيق بشكاوى والبلاغات حول ملفات الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في محافظة وسط رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بسحب يد المحافظة محمد جميل المياحي لمدة 60 يوما وجاء في وثيقة حملت توقيع خمسة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة النائب يوسف الكلابي أن لجنة تلقت عشرات الخروقات والمخالفات التي تتعلق بالفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وتضخم الأموال ولقيام الدوائر بعدم الرد على مخاطبات اللجنة بناء على تبليغ من المحافظ واختتمت وثيقة اللجنة بطلبها من السوداني سحب يد المياحي لمدة شهرين استنادا لقانون انضباط موظفية الدولة تمهيدا لإكمال التحقيق